الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا تفسير رؤية أوراق التين في المنام إذا رأى النائم في منامه أوراق التين في المنام علامة على الندم لصاحب الرؤية كما تدل الرؤية على ندم صاحب الرؤية على اتخاذ قرار أصبح نادما عليه والله أعلم وكما تدل رؤية ورق التين في المنام علامة على الأحزان وبعض الهموم والمشاكل في حياة صاحب الرؤية والله أعلم كذلك فإن رؤية ورق التين في المنام تشير على تزبزبات وحيرة صاحب الرؤية في اتخاذ القرارات والله أعلم كما تدل رؤية قراءة سورة التين في المنام علامة على الخير والرزق والبركة لصاحب الرؤية كما تدل رؤية قراءة سورة التين في المنام علامة على طول العمر لصاحب الرؤية والله أعلم سورة التين في المنام علامة على فك القرب وزوال بعض الهموم والله أعلم وإذا رأى المريض في منامه أنه يقرأ سورة التين في المنام علامة على الشفاء العاجل كما تدل الرؤية على الرزق الكبير وزيادة في العلم والله أعلم وإذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بقطع شجرة التين في المنام علامة على قطع صيلة الرحم كما تدل الرؤية على حدوث مشاكل بين الرأي وأهله المقربين والله أعلم كذلك تشير رؤية قطع شجر تتين في المنام على ارتكاب المعاصي والزنوب لصاحب الرؤية رؤية قطع شجر تتين في المنام علامة أن صاحب الرؤية اتخذ قرار خاطئ في حياته رؤية الجلوس تحت شجر تتين في المنام من الرؤية المحمودة والتي تنظر بالخير لصاحب الرؤية والله أعلم فإذا رأى النائم في منامه أنه يجلس تحت شجرة التين في المنام علامة على الراحة والسكينة رؤية الجلوس في المنام تحت شجرة التين دليل على الاستقرار في الحياة والله أعلم ربما تدل الرؤية على اللجوء إلى شخص ما لطلب المساعدة والله أعلم إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بجمع التين في المنام بعد أن أصبح مستويا فتلك رؤية علامة على الرزق الذي يحصل عليه الرأي بعد تعب والله أعلم كذلك تدل الرؤية على محاولة الرأي أن يجمع ويصالح بين المتخاصمين من الناس والله أعلم كما تدل الرؤية الجمعة التين في المنام علامة على الرغبة في النجاح لصاحب الرؤية والله أعلم كما تشير الرؤية والله أعلم علامة على الاجتهاد والعمل الجد من أجل تحقيق النجاح والله عز وجل أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل ليلة فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته